أزمة عطش حدى يعيشها سكان دوار زوى واحد واثنان دوار لدعوف ودوار طبيش منذ مدة ما جعل سكان هذه المناطق يطالبون السلطات بإيجاد حلول لهذا المشكل دوار طبيش ودوار زوى ودوار لدعوف رانا عنا إشكال تعلمة رانا مشهر شهر عشرين يوم شهر عشر يوم بان نشربه ورافيت علينا تيو تعلى سد عين فراح منا طالعتها للسهيلية قاعد يستفادوا منا وإحنا هذو رابع دواوير منا رانا قاعدين بالعطش نشروا سيتيرنات مية وعشرين ألف ومية وثلاثين ألف لما رانا في شهر ما شربناش شهر نهار لحطة يقولنا خطرق وعود اليوم الحط ثمنية ما زال ما شنات جغمق يطقون أنه ساعة الماء رانا ناقصين تقريباً مية في الماء أنا نشربه ساعة في الثماني يوم وخطرات مني نقطع 21 يوم الماء رانا ناقص مية في المية ما رانا نشربهم له نسبة امتلاء عالية لسد واد التحت جعلت سلطات تتخذ قراراً لإنجاز قناة جر المياه انطلاقاً من السد كحل جذري للتزود بالمياه الصالحة للشرب اخذنا قرار لربطهم بهذا السد حتى يتمكنوا من تزويدهم باستمرار على مدار الأسبوع يومياً بكمية معتبرة من مية الشرب وهذا الحل هو الحل الجذري لراح يقضي على المعاناة المواطنين لطالما انتظروا هذا الحل النهائي واليوم الحمد لله مستبشر خير لأن السد في حد ذاته امتلأ بكمية معتبرة من المياه وبالتالي ستعود هذه الاستفادة على مواطن وساكنة الدائرة بحولها الدائرة واد الأبطر قراروا ربط سكان الدووير المتضررة بسد واد التحت للتزود بالمياه الصالحة للشرب من شأنه القضاء على الأزمة نهائياً ورفع الغبن عن الساكنة اشتركوا في القناة